أول سؤال وصلنا سؤال بيقول أمي في مقبرة ناس رايب لينا واشترينا مقبرة لينا ينفع أن نقول لها المقبرة الجديدة ولا حرام أول حاجة لازم نعرف أن نقل الميت من مقبرة إلى مقبرة الأصل فيه المنع أنه لا يجوز إلا لمصلحة إيه المصلحة؟ إما مصلحة تخص الميت ده وتدى الأصل مصلحة تخص الميت ده أو مصلحة ممكن تقول لمصلحة عامة من الحاجات اللي ما ينفعش ننقل الجثمان فيها أنه هو يكون في مقبرة مملوكة وفي ناس رضيه بأنه هو يدفن في هذه المقبرة لكن نفترض أنه هو ادفن في مقبرة أرضاه مخصوبة أصعد لأن الإله ودي مش هتبقى لمصلحته لكن الحاجات اللي تبقى مصلحته أمسيل فالمقبرة اللي هو فيها دي جيلة المية عليها والجثمان هيتأذى أو حصل أي برشح أرضي أو أي سبب من الأسباب فيه ضرر على الجثمان ساعتها يجوز إن احنا ننقله وساعات ده يبقى المصلحة أو أني عايزين الأماكن دلوقتي ضاقت علينا عايزين نبني طرق أو شيء من هذا القبيل أنا لقولها بأداب معينة وبشروط معينة وبضابط معينة لكن هو مدفون في مقبرة ومقبرة ناس أرايبنا وهم مش بيتأذوا ولا هم بيعملوا أي حاجة ولا بيقولوا والله ده ضاقت علينا المقبرة وإحنا مش لقين مكان وأهلنا أولى لا خلاص عن سيبه في المكان ده لأنه ما فيش حاجة ولا ضرورة تخلينا ننقله من المقبرة اللي هو فيها دي طب إحنا عايزين نحطه في مقبرتنا عشان نبقى في مقبرتنا ولما ندفن بقيت أرايبنا يبقوا قريبين منه إحنا نتكلم عن عالم الأرواح وعالم الأرواح قريب عالم الأرواح ده قريب كل حاجة قريبة في عالم الأرواح ولذلك لا في الحالة بتاعتنا دي لا ننقله ليه؟ إذا كان أهل المقبرة دولة راضيين وإحنا ما غصبناش منهم الأمر ده والدفن عن الرضا إحنا مش في حاجة والمقبرة دي ما فيهاش أي خطر ما فيهاش رشح ما فيهاش أي شيء من الحاجات اللي تضرر بالجثمان لا يفضل في مكان ليه؟ لأن نقله من المقبرة يؤذيه وده ممنوع شرع طيب السؤال التاني بيقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله نعم وفضل هل الرسم حرام أم لا؟ لا الرسم مش حرام حتى لو كان الرسم ده حتى لو كان الرسم ده ليه؟ صور البشر حتى لو كان الرسم ده لصور البشر ليه؟ لأن اللعن اللي حصل للمصورين المصورين هنا المثالون الذين يصنعون التمثيل الكاملة لمن يعبدون ومن وفي حالة مصادمة الله سبحانه تعالى بأنهم يصنعوها لكي يصنعوا منهم إنسان وينفخ فيه إنما المكتوب على الورق ده المرسوم على الورق ده أو المرسوم بأي وسيلة بالمكينات اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الطباعة مثلا على التشيرتات أو الرسم عن طريق ريجرافيك كل دوت ما يدخلش في الحرمة وليس بحرام فالرسم ليس بحرام لأي شكل من أشكال الرسم إلا بقى طبعا لو كان يستخدم الرسم في شيء ممنوع لا بس دوت ما يدخلش في الحكم الأساسي بتاع الرسم فالرسم جائز وليس فيه شيء وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرات كان يجلس والحديث البخاري كان يجلس فرسم رسم ربع كده وطلع منه أسهم وتكلم على اتباع السبل فتفرق بكم عن سبيل الله سبحانه وتعالى فلذلك إلا حاصل فالرسم أداة تعبيرية بنعبر بها عن الأشياء وقد تستخدم لتعيين الأشخاص أو لمحاكة رسمهم وسواظهم فدوات ليس فيه شيء وقديما حتى كان الشيخ محمد بخيط المطيع تكلم حتى عن السور الفوتوغرافية وتكلم على إن هي حبس ظل حتى في الرسم عندنا يقولوا إن الرسم وخاصة الرسم بالرصاص بالأقلام الرصاص بيشتغل على الضوء والظل فلذلك ده كله بيتكلم على الضوء والظل مالوش دعو بخلق الإنسان خالص طيب ومش معنى كده إنهما بيضاعوا خلق الله أبدا مفيش خلق لله مسطح كده مفيش بناء أدم مسطح ماشوفناش حد بناء أدم زي الورقة كده وزيك هو مفيش ده ما ينفعش يبقى مخلوق من مخلوقات ما ينفعش يبقى بشر ده فلذلك آه الرسم جائز وليس حراما السؤال التالي بيقول عندي وسواس وتشكيك في العقيدة واستغفر الله العظيم في الذات الإلهية وكل ما أسمع حاجة في الدين والأحكام صوت داخلي يقعد يقول لي مش منطق مش طبيعي وتعبت والله من كده طبعا هو السؤال شكله إن في حد بيحكيلي بيفضفضلي لكن هو مش بيفضفضش هو بيقول لي أعمل إيه في اللي أنا فيه ده أعمل إيه في الشك اللي أنا فيه ده ده مشهور أول وسواس دوت دوت شكل من أشكال الوسواس القاهري في كتير من أحيين وبالشكل ده لما بيفسد حياة الإنسان ويوقفها بيحتاج على طول لعلاج فأول حاجة لابد أن نذهب لطبيب لأنه في الحقيقة الحاجات دي بتبقى متعلقة بتغير في كيميا المخ فإحنا محتاجين نروح لطبيب الأمر الثاني إحنا محتاجين نجلس عدة جلسات مع حد بيفهم إزاي يتعامل معه تثبيت بعض الأفكار المنطقية وبعض الأفكار الدينية في عقل الإنسان عشان ما يبقاش عنده هذه التهديدات زي إيه؟ حد يقعد مع حد فيقوله إيه؟ يقوله إن الله سبحانه وتعالى لأنه موجود لا يتأثر بما تقول إيه ده؟ يعني إلا أنا بقوله ده مش هيهز ملك الله؟ لا مش هيئز الله سبحانه وتعالى؟ لا طب ربنا سبحانه وتعالى مش هيبقى رد فعل وحش معايا؟ لا لأن الله سبحانه وتعالى في الأحوال اللي انت فيها زي أحوال المرضية الوسوسية دي إن الله حضرت النبي بشرنا والحمد لله على هذه البشر إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه أو ما حدثت به أنفسه يبقى إيه حاصل؟ يبقى ده الله يعفو عنه يعني ربنا مش غضبان علي لا طب إيه حاصل؟ عليك إن انت تستمر في رحلة علاجك وتعافيك وأنت في أمان الله وما تقلقش استمر في رحلة العلاج وربنا مش هيطردك ولا يعزبك ولا يخليك بعيد عن سحته سبحانه وتعالى إيه ده معقولة؟ آه معقولة فدي أول حاجة أنا أقولها له لأنه حاسس بيبقى حاسس الشخص وهو في الحالة دي بيحساسين ممكن يفتته قلبه وعقله إيه الإحساسين دولة؟ أنا مش قادر ولكني بقى وسيء الأدب مع الله فهو عاملني بمين؟ من الاتنين هتبقى واقعة لو عاملني بإن أنا أسيء الأدب معاه ده في الشخص اللي هو لسه بيعيش مرحلة إنه هو فيه ربنا فهو حاسس أنا سيء الأدب بقول كلام وحش قوي يجي لي عيط ويبقى لبه وموع قوي قاله هدي بالك هدي بالك هو أول اللقطة بيستغربها وبيستغربها وبيندهش منها أنا بقولك اللي أنا بقوله في حق ربنا إنت ليه مش عايزي على طرف لسانه إنت ليه ما بتضربنيش ليه ما بتوجعنيش ليه ما بتعذبنيش ليه ما بتجلدنيش أقوله ببساطة إذا كان صاحب الحق تجاوز عنك فما لي أنا ده ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عنك هو سبحانه وتعالى عفى عنك يبقى ليه أنا حسبك يقول لي معقولة هو عفى عني فلازم الكلام ده تيكون الأمرين يمشوا بالتوازي حد نروح نتعالج وفي نفس الوقت واحد يدينا بعض القواعد المهمة في المعاملة مع الله وأغلبها بتبقى قواعد تبين أنك ما زلت في معية الله وما زلت في حضرة الله وما زال الله ينظر إليك بوده وبلطفه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لجميعا ويجنبنا مساوئ التشكك يا رب العالمين